موسيقى يسعد مساكم أعزائي المشاهدين في حلقة مميزة من حلقات برنامجكم أوروبا في فلسطين في كل حلقة رح نسلط الضوء على قصة نجاح مميزة واليوم في حلقتنا رح نسلط الضوء على مسرحية ريتشارد الثاني اللي نفذها مسرح عشتار الفلسطيني على أرض قصر هشام في أريحة واللي كانت بدعا من الاتحاد الأوروبي وفي البداية مثل العادة رح نشوف تقرير عن قصة هالنجاح وما رح ننسى فقرة أسئلة وجوائز خليكم معنا هل أحضرت ابنك الأمير هنري كما أمرنا؟ ليثبت اتهامه لتوماس موبريد في هذا المكان التاريخي امتزجت رائحة التراث العريق بأحداث القصة التي خطتها بإبداع يد الكاتب العالمي شيكسبير لتنقل مشاهدها عبر الزمن من الماضي الأوروبي السحيق إلى الحاضر الفلسطيني التراثي في مسرحية تعرض قصة الملك البريطاني ريتشارد الثاني وتدور أحداثها حول السلطة والسياسة وهي من إنتاج وتنفيذ مسرح عشتار الفلسطيني ومن إخراج كونال موريسون وبدعم من الاتحاد الأوروبي وجود الاتحاد الأوروبي ساعد بشكل كبير لأنه كان الدعم الأساسي والرئيسي لهذا العمل فبالتالي كان هدفنا من هدف الاتحاد الأوروبي أن نبني جسور ثقافية مع أوروبا بالتحديد شارك في هذا العمل مجموعة من المسرحيين الفلسطينيين المبدعين حيث ظهر الممثل سامي متواسي بدور الملك ريتشارد وجورج إبراهيم بدور الدوق وبيان شبيب بدور الملكة وعدد آخر من النجوم المسرحيين والشباب المبتدئين كون المسرحية عرضت في بريطانيا عرضت باللغة العربية بملابس لا علاقة لها بالملابس الشيكسبيرية التاريخية هي ملابس شرق أوسطية أو فلسطينية وشفونا بهذا الشكل على خشبات مسارحهم هذا أكيد بيعمل على توطيد العلاقة والتبادل الثقافي الفني الحضاري الاجتماعي تميز هذا العرض المسرحي بحضور مميز لمجموعة من الشخصيات الرسمية والشعبية الفلسطينية والأجنبية وقد عبر الحضور عن إعجابهم بهذه التجربة التي عكست الاهتمام بالحركة الثقافية والمسرحية وأهمية المكان التاريخية وأهمية مدينة أريحة ورمزيتها بالطبع نحن نرى أن هذه الثقافة سواء المسرح أو السينما أو الفنون بكاملها يجب أن تنمى في فلسطين وعلى المؤسسات الرسمية والمؤسسات القادرة من جزء منها البلديات أن تدعم كل الفراق وكل الفنانين الموجودين في البلد ونحن في البلدية رمالة لدينا ميزانية خاصة سنوية لهذا الدعم ساعدوني لأذهب إلى فراشي ثم إلى قبري فمن امتلك الحب والاحترام حري بأن يعيش مثل ما شفنا أعزاء المشاهدين هي فعلا قصة نجاح بتستحق أنه انسلت الضوء عليها فاصل قصير ومنرجع